موسيقى 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 النهاردة هنتكلم على الوصل ازاي توصل الكلام ببعضه في الانجليش بحيث ان انت تبان او الى حد الماك كويس في الانجليش هنتكلم كمان على نوع معين اسمه الفاولز شايف الجمل اللي طالع على الشاشة دي احنا بنقولها بالانجليش اغلبنا بس انا بقول بس انا بقول هنعرف ازاي كده النهاردة كامل الفيديو لغاية نهاية شخنا راجع الفاولز سريعا اللي هي الاي والاي 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 والاو واليو لو عندنا كله في الانجليش بتنتهي بفاول ساوند او واللي بعدها بتبتدي بفاول ساوند او ممكن نربطهم في الانجليش بثلاث طرق مختلفة ممكن نربط بواي او 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 حاجة تلتة حتيجي في اخر الفيديو اسمه الحالة اللي هي او انا بسميها يعني لما بتجي تنتقل الكلمة الاولانية لان احنا قلنا حبنربط كلمتين ببعض الفاول فيها لو بيخلي شفايفك عريضة مش مدورة زي من الاخر كده لو بينتهي ب اي او اي او واي ساعتها والاي هي الأشعر انت بتربط بواي يعني خلينا نديك مثال مش لازم تقول في الانجليش ممكن تقول مش لازم تقول مش لازم تقول ممكن تقول ممكن تقول تاني حالة امت تربط بو تربط بو الحالة لو في راوند لبس يعني الفاول بيخلي شفايفك مدورة يعني من الاخر كده لو عندنا او او يو في الاخر او اي دابيو في بعض الاحيان لما اقول شوف الجملة هتطلع معي دي خلينا اقولها بقى بعد ما احط الو بما ان او فيها او و تو فيها او we go out too often we go out too often تاني جملة you and me اللي قلناها في الاول يو اخرها you تمام و عندنا طبعا and بتبتدي بفاول ف you you and me شافت w you and me اولا دي بتحصل في البرتش اكسنت و دي لما بتبقى الكلمة الاولنية بتنتهي بaw والكلمة التانية طبعا بتبتدي كالعدة زي ما قلنا الشرط الاولين اللي احنا اشتغل انه اغضع عليه بتبتدي بفاول اين كان الفاول ساعتها انت ممكن تلبطهم بار i saw an apple i saw an apple مش هيقول i saw an apple because it's much easier law and order is very important we all think that law and order is important i think law and order is very important لو الفيديو عقبك share and like thank you and wish you all the best